لا تهتم لكل ما يزعجك لا تهتم إذا فشلت فالفرص حية ما دمت حيا إن كنت على الطريق الصحيح للوصول إلى هدفك فاستمر بالعمل دون مبالاة بالنتائج مثلا إذا كنت طالبا ولديه اختبار فهتم بفهم المادة وحل المسائل كلها لكن لا تهتم بنتيجة الاختبار لأن اهتمامك الزائد هو قلق والقلق سيقوم بتشتيت ضاقتك ومن ثم تحطين معنوياتك افعل ما عليك فعله وتقبل الواقع بهدوء ودون انفعال وبذلك تكون قد طبقت اللامبالاة الذكية أسوأ ما قد يصل إليه الإنسان هو أن يكره نفسه لذلك إذا استمر باللوم المستمر والقلق غير المبرر سيقوده لتلك النهاية بالتأكيد من هنا كانت الدعوة للمبالاة الذكية والتي لا تعني إعدام المشاعر أبدا ولكنها فن تقبل المشاعر السيئة على سبيل المثال لو قررت أن تصل إلى قمة أحد الجبان فشلت في الانضباط لساعات طويلة من التسلق وأوقات قاسية من الحرمان فإن هذه القمة لن تقدم لك السعادة المنتظرة حتى لو وصلت أخيرا بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمين كانت تفرجوا فيها في الصباح وكانت تفرجوا فيها في المساء نقولكم مساء النور والبهجة والسروق اللي هو الجيلة واللعشي صديقاتي يا صديقاتي برشا دخلوني قالوا لي فات انو عليش والليتي مخر في الفيديوهات الله غالب واللي تناخذ شوية نوم في اللي واللي تنقطص غط صبايا في اللي لنريح شوية أعصابي وإن شاء الله نرجع معاكم الروتينات الصباحية وإن شاء الله تكونوا معنات حتى اللي ما تفرج في الجيلة ولا ما تفرج في العشية ولا من قدوة يتفرج المهم الفيديو راني يوميا بحول الله إذا ربي اعطنا الصحة والعمار والوقت موجودة معاكم يعني عندي سنين يوميا نكون معاكم حالة وحيدة ممكن قصيت فيها في عيد عام أول عام نول وقتها ثلاثة أيام كتكسر لي التليفون والعيد الدنيا مسكرة سنو راني موجودة معاكم بحول الله يوميا حتى كامل جيتمونش صباح تلقوني الجيلة ولا تلقوني العشية ومرحبا بيكم في كل وقت أينما كنتم حللتم أهلا وسهلا بصديقاتي وربي بركيلكم وربي ينوركم وكديش محبتكم تعنيلي وكديش فريمون محليكم في كل بلاسة تدعولي الله يبركلكم الله ينوركم الله يستركم نهار جديد صديقاتي فيديو جديد كله طاقة إيجابية ونشاطه حيوية اليوم ولي أول مرة في حياتي مش طيب معاكم كسكسي بالعصباء هيا عاد عطوني رعيكم لما حاله هو شكله أنا مش نكده بعليكم تعرفوني إلا ناكل العصدين ونالاكل كسكسي في الحم ولا في العصباء ما الحاجة الباية اللي عندي إنه مش نشكر في روحي راه ولا لطفالي منش نزكي في روحي أما بالحق كنت طيبها رغم منظوك هايش يعني إنه أصلا الماكلة كنت طيبها منظوك هايش روح منش من الناس اللي نزوج منه الطنجرة هكاكا من عند ربي وما نحب هايش حتى واحد يبدأ يحرق في طنجرة ويذوق هو كل واحد حر ولكن إنه شخصيا ما تعجبنيش نحب الماكلة تتحضر تتحط فصحانها وتتاكل كيف ما هي المهم هنا لبناتش قاعدة نعمل عملت سيترونات عارفو رياض خويا نهار كاملوا في سيترونات عملت لها شوي نعناع شايح نعناع أخضر حطت لها نعناع شايح سكر فاني الحاصل هكا أعملتها بزربة وعندي لقارس مكنجل مش ريتش قارس في في نهارات العيدة خطر عندي من قبل يعني لأنه أيامة العيدة غلاء غلاء بصفة كبيرة فاجاب ربي أنا شاري أقبل وعندي المكنجل فاجبتك المكنجل اللي عندي مقصوص هكا ديراندال منحي القلوب أعملته هاذك هاو ولله الحمد وشكر شفتو ديما الحاجة كيتخلوا منها في الدارة هي تنفع هنا عجة دي لبنات عملت هالنا يوم عجة مش شوشة نقولولها هنا تبدأ العظمة مخلطة بالجدام بالجدام تلقيش كعبة عظمة كاملة تلقيها هكا طرفة بنينا بنينا مش نور مع طب نهار نقول اليوم معنتها كتجي طيبها نشاركها معاكم ونبدو طوي على بركة الله في تحضير الكوسكسي متاعنا ايه سيدك بين سيدك هناك كيفاش طيب الكوسكسي اخذت المقفول نلجاه دي جا مية خطرنا دي ما نشلل المعونة قبل ما نطيف فيه شيحتو بش ما يطرش قليش خطرنا هنا بش نستعمل الزيت جابت اليوم تنجموا البنات تفوحوا بشوية تابلو كروية وإلا شوية ملح فما صديقة جاتي فاتن راهوا تابلو كروية ما يجيش في اللحم راهوا لفاح انتوما احرار تحطوا اللي تحبوا ما يجيش ما فاماش حاجة قريتو لجوه كل بشر وشنو هيستطع فما اللي يحب يستطع مك لفاح فيما كلتو فما اللي ما يحبش يعني كل واحد وضوقو فهمتو يعني هي اضواء بش قولولي قاعدة بش الكوجينة راه ما فهماش حاجة اسمها علم ثابت ديما الواحد يبدل ويجرب ونحنا راه مش محطوط خصيصا يعني مش مثلا شوية الحم وحطتي فيه تابلو كروية لا لا الحم معاك الصوص اللي يتقلت انا الحم التابلو كروية معاك الصوص اللي يتعملها ما تكثريش منه صحيح اما مش معنتها ما يتعملش كمبلت ما هو بش قولولي فاتن تزيدي في العلم قال لك تعرفشي في العلم قال له نزيد فيه خوضوني على جد عقلي وحزبوا وروحكم اقتنعتو حتى كانت كمشي مقتنعي لا لا ما عنديش تعس فلا واعجب كومش ماعجب كومش اما والله يرى كل مرأة وطريقتها في التطيب وكل مدينة وكيفاش تتطيب وكيفاش عاداتها وكيفاش هذا هو هكا الاختلاف الباهل يعني البراف كان حبيته طيب وما حبيتهش انتوما عندكم كامل الحرية الحاصل صديقاتي انا قدس اليوم ما تقول ليش كيفاش بش انطيب انا هاتوا انطيبه وضغوا وعطوني رايكم في حاجة بركة يوم نصحتني في العصبان كيفاش انطيب وكهو هذيك هي الاما الكوسكسي طيبته واحدة بايه هنا جبت الفلفل المجلي حطيته في الزيت تنجم وتملحوه كما جدوكم ولا تفوحوه وجبت البصل وحطيت الحم الحم العلوش وتنجمو اللبنية تعملو جرين فلفل مكووش يعني مكووش ولا شمسي شايحة ذاك زاده حتى هو راهو يبنن بالجداء الكوسكسي يعطيك الحمورية والحموضية والتوازويزة الحرورية على اوزنئية هنا جبت شوية كليل نحب الكليل في اللحم يعني يعجبني الريحة كي تطلع مع الحم تعجبني ما اكلتهاش اما تعجبني الريحة من الريحة نعرف وشوية هكا كوركم شوية باش نبتا نفوح دوه الواحد متاعي عملت شوية فلفل مرحي احمر قبل ما نحط الطماطم تقي اليادي قليت لبنية انا وحطيت الملح ونحرك هكا الطنجرة متاعي المقفولة ذاكت بتتحرك فيها هكا بشكل فلفل ما يتحركش ونزيد هنا لبنية بشن نزيد الحمص وبشن بعد نزيد طماطم معجونة شفتوا هنا حاجة عراني نحب في كل فيديو نجي نوريكم مكلتي مو شروع وتتفاخر ولا حاجة نحب الادبارة اللي عندي نعطيها لكم نحس فما افادة نحس كي تخرجي من الفيديو تبدأ يخم اخذ حاجة أنا مراكي وليت ما نحبش نصور الماكلة على خطر فما شكون تخلي وقاتلي فاتنرا مش نس كل عندها بشو تطيب وكذا ونس تحس شوفي انا راه هي قناة فيها تطبخ وفيها كذا بشتوري مش قصد انو الانسان يوري ونطيب في مكرة عادية ونصوره مانيش نعم فيه حاجة سبيسيال ولا نطيب هيكا باليوميين بالكروفيت ولا بالحتى السمكين طيبه ما نصوره جنرال موان خطر نحس بش نشوي ولا بش نعمل حاجة ما فيش علم بش أنا نقعد نصور فيه ونوري فيه اللعبات فانا نصور هكا التجليا طنجرة عرفتوا لبنات فاكي مرة هكا بدلت ونقتنع عن الحق اراءكم اتهمني خطر انتوما اللي بش تتقبلوا لازم نعمل حاجة مش نبدل ما نروحي اما نعمل حاجة اللي تكون مطلوبة منكم انتوما معنتها نشوفها تريحكم انتوما كما انتوما دخلتولي واخذيتو بخاطري اه زاد انا اخذ بخاطر نقلتاي نبعد الكاميرا ونخلي معنتها نحرق ونتكل والله فما صديقات قالوا لي فات نعود يحطين الكاميرا على الماكلة يعني قربينوا التصوير ارى التصوير بعيدة واني بمحمد يعني كلي فم فم نحكيه لكم مش معنتها اللي انا مثلا اثر فيه اي راي اي رايكم مهم بالنسبة لي انا ونحترمه كل واحدة تقولي على اقتراح لا يخذوا بعين الاعتبار خطرة ذي قريتنا الناس كل يعني اللي يدخل بش يلقى فيها روحه مانيش مش نبدل من شخصيتي انا اما الكاميرا مهمة انك انت شو تحب تشوفي هذي حاجة انا اه نحترمها للناس اللي تبع فيها الحاصل اه وجهات نظر تقولوا لي المهم هناش عملت هاني مقربة تصويرها للواحد واننا المونتج اللي بنت نشوفها كصديد اللي هي الفريجي دا ما تشجعتش عليا تعرفوا حاجات نشوفها كم في المونتاج راه يعني من مش ما ننتبه الهي ما ننتبه الهي ما ننتبه الهي خلي نقولها ايك خير ما ننتبهش ليها نشوفها في التصوير سبحان الله على الكاميرا والله ما غلطش اللي يقول لك المتفرج فارس فعلا يعني واحد ينجمي لاحظوا ينجمي يشوف حاجات ما شفتهمش العين مجرده يعني العين المقابل الحاصل اللي بنت شنو عملت فصوص انت على الكوسكسي ما عندي شي سفناري وعيد ايما تعيد الدنيا مسكل فش عملت عملت الحمص اما الخضره الاخرى عندي القراع وكل بوت الزينة وكل انا دي ما الكوسكسي نحبه فيه الخضره ما نعرش عليش فما ناس ما تحطش الخضره في الكسكس كل اما نحس الكوسكسي المعنتها مهم ليه الخضره يعني تاكلي حاجة فيها خضره تبده صحيح هات الكوسكسية بده بنين حاصيلو حتي تاكل طماطم مرقت الطنجرة متاعي بالماء السخون بيانصير ولي دي ما نمرق الطنجرة بالماء السخون وخليتها هكاكا هناها هي ومشيت بثبت الكوسكسي بالزيت والماء وبشو نحطه تاوي يفور التفويره لول كهو معنى تاوي تاوي تفوير الكوسكسي دي ما نخليه من لول انا خطر الدجاء هي ماء سخون الطنجرة وكل نحب دوب ما تقلب الطنجرة دوب ما تبدأ تغلي تسيبك السخونة متاحها على الكوسكسي يعني يبدأ الكوسكسي والصوص مع بعضهم تقريبا يعني من خليهمش انا ننسيت الهريسة العربي البنات اي انا ما كنت عارفوني نحب الماء كلان الموازوزة وبصراحة حتى جمعتي معنتها ستينسو بالماء كلان الموازوزة صحيح رياض شوية ما نعملش ما عاد شكل حار الحار خطر معكم عارفين مسكين مع انت مريض وكل ماذا به بعد على الحاجات هذيك وتوجبت هناك كعبة العصبان حقيقة ان انا كنت بش نحطهم في الماء يعني في الصوص هذيك قلت لي يوما لأ فتن رايب اشتتحل فوريها الساعة في العمليلها تفويرة هنا وحدها والتي تحطيتها تتفور في المقفول وكس كاس على وحدهم الطيبك اللي سموا فيها هذه العصبان يطيب شوفوا هنا تصوروا انتوما الكعبة حافظت على شكلها جاتي رايب ساعاتك تتحل في المرجع تتحلك الكعبة في المرجع رايب الكوسكسي ما عاد شي بان من حد شيء فوريهم وحدهم يتكبسوا تشد رواحهم وبعد دون واريكم الحاسين هنا ديجا فور الكوسكسي التفويرة لولا وعلى ذكرى التفوير تحية للبنزارتية تحية لكل شبر في كيبلين ديجا الجالول اللي سبحان الله العادات والتقاليد تختلف هنا لبنات عملت الساعة قبل كل شي لجرعك ينحيت الكوسكسي التثنية لولا ديما نرمو الخضرع اللي مفيهاش روح يعني اللي فيه سامة طيب قرعه أحمر وقرعه أخضر وقرعه بطو الزينة والقرعه هذيك وحطيت راس بصل صغير على خاطر باش يذوب فيسع هذيك عليش حطيته مخر يعني في التفويره في التثنية الثانية طيب خاطر باش نبرد الكوسكسي ونحط يتثنى الثانية الثانية الناجم اللي عمله أروا كعبة كاملة أنا قسمتها على ثنين ولا تقسموا على أربعة كيما تحبوه بالنسبة للقرعه ديما يحبوه جماعة كبيرة يعني الطرف يبدأ كبير جيت باش نقصه راه بادي نقولك لا خلي خاطر هو ما يحبوه يبدأ باين خاطر كتكسي صغير يذوب ومعاش يعطيه منظر في الكوسكسي المهم هنا هاني باش نقلب تاوك الكوسكسي هذيك كل يشد كل عروا يتنحن فيه حتى المشكلة هذيك غير بركة المقفول وصخون يتنحن ويتعاود يتبل يعاود كان نقص زيت تعملوه زيت هو بريفيرانس هذي ما يتبلش برشا خاطر باش يتبل بالمرجة متاعه يعني يقعد شايح شوي يوما دي ما تعمله هيو نسرين نسرين ااا تعمل الكوسكسي شايح ويوم ما تعمله شايح أنا انا يعجبني الكوسكسي مبلول يعني يعجبني الكوسكسي الطري هو ما يعجبهم الكوسكسي يبدأ شد روح ويعني يبدأ في كتل يابس شوي ولا كيفش ما نعرش يعني يبدأ الكعبة كاسح شوي مش كيفي انا على Lords هم يحبوها شيحا وأنا نحبها مبلول الحاصل نرجع الموضوعب Active كل بلاد وعاداتها وتقاليدها كل بلاد وعاداتها وتقاليدها فما صديقات قالوا لي فترة نحن الكرشة نغلوها نحن الكرشة نعملوها القارض نحن الكرشة المسرانة نقلبوها وننظفوها من داخل روان فهمتوا ياخذوا كل غلب شوفوا لبنات هي روى صحيح وانا بيدي لو لاحظتوا في الفيديو اللي فات انتع العصبان للناس اللي تفرجت اني انا ما قلت لكم روى التليفون تعب بشو نقص هنا ورعت لكم هكا شوية شوية التنظيف اللي من بعد ما ورته الكومش مع انت بقونا نظفناها اراه ما سيبتها يوم ما إلا ما خرجت كما يحب خطرها اراه قلت لكم احنا بكري بابا الله يرحموا ينعموا كان كل خميس كل خميس البرنامج الناس كل تعرفها الحكاية كل خميس قص قصي بالدوار بالكرشة هذيك الكرشة واحدة يشريها تقصها يوم ما تروف من غير لما وصلنا لحد شيء الكرشة الناس اللي تحب الماكلة دي جرب الكوسسي بالدوار وكل فلفل المنقوع المايم تاعوا يعملوا مع كل الكوسسي هذيك كان عشقه كان عنا هكا نظام في الماكلة فيه انا بطبيعتي ماني مناكلش وكم تعرفوا يعني لناكله لندو مي دارنا معناتها الحم تقريبا يوميا يأكلوه يعني قليل بش يبدله مثلا بش يطيبه بحاجة جيج ولا جيج دي مالي يركب لي انا ولا تنجرة الحم لدارنا يعني ما انت ما عنده حتى علاقة ببعضها يعني ان ينام مناكلش الحم هما ما يطيبوش لا لا هما يطيبو على رواحهم وفي يومه معناتها مستين سبك الكرشة واكل واحدة دي كان مش حاجة جيتها جديد ما نقوله احنا لا من عيد العيد ولا لا كانت كل اسبوع كانت كل اسبوع طيبها كل اسبوع حياتها الكل اكثر من 30 سنة نتفكر انا وانا كبيرة يعني وانا وانا واعية كل جمعة عنا كسكسي بالدوار ذيك حاجة ما تتخطنش من الدار فات تنظيف البنات دي جوا حتى كنت دخلوا الانترنت فما طرق يكتبو لك طريقة تنظيف الكرشة تلقوها والدوارة والكل مينا خطر التليفون تعب حبست التصوير ما تنسوش اللي الواحد من الصباح معنتها هو يصور بالتليفون ومتع العيد ومتع اجواء العيد وكذا حتى الين وصلت للواستان يعني وصلت لورا ودجا التليفون تعب ووراني برش حاجات فالسخطم ووراو نقصت ووراو منتجت ووراو تعب وتعب فاذا كاليش يعني حستتها كتنظيف مرح لما رحل ووريت منها شوي وتعدت على روحي مي بالحق راو دجا بعد يما مفوحات وطيبات وفما صديقة قلت لي فات من طريقتكم السهلة ميلة يعني اسهل من طريقتنا انه كيفاش وكيفاش تخيطو قتي نحنا ندور وخيت ومنعرشني انتوما ساهلة اي احنا ما تشكلها هكا في كأنها كعبورة وتخليلها بلاسة مني تعبي وبعدين تخيطيها هكا البلاسة هذيك هذيك هي الحكاية الكل وكل سبحان الله يعني قلت لكم كل بلاد وارطالها هذيك هي كما يقولوا كل بلاد وارطالها والاختلاف بالحق والرحمة يعني واحد يتعلم كل مرة يبدل كل مرة يغير يذوق طعم مختلف فالحاصيل هنا لبنت شنو اعملت الكسكسي ساحنا التوينسة الكسكسي عن مليون طريقة في طريقة انطيبوا بها الكسكسي يعني بلادنا معروفة بالكسكسي هاك الكسكسي نعملوه بأشكال ولوان وصراحة كسكسينا انا كانت عندي صديقة من هكا بلاد قريبة مننا والكل كانت تقولي فاتنا عملينا كسكسي متيقكم رغم حتى هم يطيبوا كسكسي اما تقولي عملينا كسكسي الاحمر هذيك كسكسينا نحن تقولي رو يعجبني مش نورمال والله ينابطوا ونطيب لها كسكسي نحنا هكا هذيك هذيك الاحمر فمعنتها كالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يجب أن نرميهم في المرقى يجب أن نرميهم في المرقى يجب أن يأخذوا قليلا من الصوص على خطر الصوص يتبدل من الطعام باللحم يجب أن نعطيك القوة للعصبان في الهدائق شاهدوا كيف يشد روحه شكله هو بيده ما تغير منه شيء يجب أن نضعه مع المرقى والله ينلهث يا لبنية توليد كنت نتكلم ونحضره في الفيديو يأخي تحل راديو نسمع فيه قوية عن الأخر مانيش عارفة تصليح كاره بواء إلا أنتع في الشاه المهم رصد لي أنا معانتها نزرب لكم في الحديث ونغطي في الحديث وبعدت معانتها هنالبنية تصلي الكوسكسي متاعنا حضر حطيتك العصبان ما عارش بشتبان حطيت ولا ما تبانش في الصوص وهنالبنية نحط الكوسكسي هذي سجيتوا لحميدة خطر كما تعرفوا شاهدوا هنالبنية يعني يوم ورياض مثلا أي ضيف يجينا مع انتها من عيلتنا والكل ناكلوا مع بعضنا يعني نحطوا الماكلة وناكلوا في شقالة واحدة مثلا أنا راشلي لا كل واحده صحن هكيكا هم ناكل كل واحد يأكل في صحن واحده ولا في تبسي واحده ولا نحنا لا نحنا ديما نسجوا مع بعضنا قصعة تتحطوا وناكلوا مع بعضنا يقولوا فيها البرك فديما تلقونا معانتها هارتلين طيب وكسي نحطوه في شقالة يا في تبسي يا في اللي هو وناس الكولة ولا عصيدة ولا معناش هكل كل واحد صحين هكيكا صغيره لا أكل ماكلة بالجماعة لبنية تحل الشاهية وتماريت ولي يعني تحبي تاكلي خاطر اللي عباد أكلت هناها وحطيت شوية الحم وطوبش نحط العصبان حطيت الحمص هذيكا كالبصلة الزايبة هذيكا البصلة هذيكا يحبها رعش يوم ورياض يحبوا البصلة النيم مع الكوسكسي يريدتو كل البصلة بيض طويلة ذاكا يحبوا يأكلوها الكاكة ونها يبدى الرهيف في قبل ديما تحبت شوية رياضة نتفكر في دارنا قبل ديما وقتنا نحن صغر يوم ما تحط بشتاك الرياض يجيب معها بصلة يقعد بحضة يوم ويبدأ يكله وياها بحكم هو قريد العيش فيقعد نبدو شيخين عليه ويمش يجري 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 بالبصلة ويقشرها كيكا يحب بحضة حجر رمي ويبدأ يكل معها في البصل بالكوسكسي الحاصل هنا هي لبنية العصبانة قاعدا نبلفها بالمرقى هي طابت ما نعرفش هنا نتكلم يظهر لي ما نعرفش جاني تليفون ولا شنين حصير بساعات نحبس راهو مش نحبس يعني تحبس لقطة متاع الحركة متاعي تكون عندي حاجة أخرى ننساها بوقتها ننساها شوفوا لي كيفاش يقعد محافظة على شكله وخياطه لأنهم خيط كان من جانبها وينا كيفاش يعني يتلم وصحوا بشفال اللي كلا حابت نوريكم ونصور لكم هذا هو الشكل وديتكم مشاهدكم وإن شاء الله قسمكم في الجنة وإن شاء الله رب يرزقكم النسك كله في دويراتكم حاطيت هناك جرن الفلفل المجلي أعطوني رأيكم مش شكل بركة أنا غلطت هنا مقسمتوش على ثنين بش نوريهولكم من داخل كيفاش طيب نسيت هالفعزة جانكي في المنياتور متاع هكا الدي فيديو عاديين قدامي وانا نحل في اليوتيوب نلجاوا هكا مقصوصين طروف هكا على أربع كل قلتوتي انا نسيت مقصيتش الكوسكسي صييف فاتني انا وقتا فاتني قلت مقصيتش العصبان قلت انا مقصيتش الكوسكسي وراني لبنات هكا حمسيته بالسكينة لجيته هابي لجيت هكا الكرش هذيك هكا العصبان هابي حاسي لكم دو نقول لكم فيه أمان الله نسك كله